السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة متبخدارين اتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سنحضر معكم كيك يومي بامتياز مكونة جيد بسيطة سهلة في التحضير غير بجوجة البيضات كي يجيب بنين ولا اروع في المضاق دياله اتمنى فعلا انكم تجربوه حيث كي استحقت جريبة واللي جربته اكيدة ديتو اللي مدمين عليه اتمنى تجربوه وينا الاعجاب ديالكم اشتركو في القناة باش تسلب جديد الوصفات ايضا ما تنسوش تدعموني باللايكات ديالكم بقوا معايا تشوفو المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة فعلى بركاته الله هذي نحتاجو بالنسبة للمكونات عندي جوج ديال البيضات مع القاد الكاكا والمر جوج اكيز ديال الخاميرات الحلويات مايو ديالستاشلجرام كيز ديال سوكر فانيلا كاس ديال الزيت كاس ديال السكر سانيدا كاس ديال الحليب مع القاكا كبيرة ديال الخل جوج كاسن ديال الطحين وياغورت بيناكات البيستاج من الضروري انكم نجربوا ياغورت بيناكات البيستاج حيث غادي يعطيكم واحد نكازوينة في الكيكا كيجي الماداق دياله مختلف سوف هنا غادي نبدو على بركاته الله هنا غادي نجيب واحد الانع غادي ندير فيه جوج ديال البيضات وغادي نجيب الخلاط اليداوي انا هنا دائما كنخدم لكم بالخلاط اليداوي باش كل شي كيجرب كيكا وكتنجح له بدون طراب او لا بدون خلاط كهربائي غادي نجيب كاس ديال السكر سانيدا ومع القاكا كبيرة ديال الخل دائما لعبار بكاس الشاي المغربي او لكاس لعنبه القياس دياله ميوستين ميليلتر غادي نخلط البيض مع السكر سانيدا مزيان ترجع لي خاليط متجانس وغادي نزيد معهم كيس ديال السكر فانيلا ما يؤدي لسبعة او لثمينية جرام ممكن انكم تؤدوها بالفانيلا السائلة فالمدق ديال الفاني مع النكها ديال البيستاج اللي غادي نضيفه كيعطي واحد نكها زوينة في الكيكا فممكن انكم تديرو غير يعني الفاني مع البيستاج وتصغنو على الكاكا هنا بعد ما خلط البيض مزيان غادي نزيد كاس ديال الزيت كاس ديال الحليب وياغورت بناكات البيستاج بالنسبة للوزن ديال ياغورت فهو ميا وعشرة جرام كنخلط مزيان ترجع لي خاليط متجانس وغادي نجيب دائما اي حاجة نشفة نغرب لها غادي نغرب الكاس اللي والديال بحين غادي نزيد جوج ديال الخمارات حمر ميو عادي الستاش الكرام وغادي نزيد الكاس تاني ديال الطحين بالنسبة لكاس تاني ديال الطحين كنزيدوه شوية بشوية بشوية بشكل كتتحكمو في الكاتفة ديال الخالط انا هنا يدرجوش ديال كيسان كاملين ديال الطحين انتو ما ممكن انا كم تنقصو او لا تزيدو على حسب النوعية ديال الطحين اللي عندكم حي دائما كيكون طحين كيشرب كسر ملح داخر فالكيكار في الخالط تخصو يجيكم خفيف او لا ميل خفيف ما يكونش تقيل او لا صح بشكل كيكات جيكم اسفنجية وشيشة ملداخل ما تجيكمش مع الجنان دقصة هناك نخلط الخالط ديال كيك مزيان تكي بدو يتشكلو لي فيه فوقعات غادي نزيد معلقة كبيرة الكاكاو المور و تلك الكاكاو غادي نغربلو يعني ديما اي حاجة ناشفا نغربلوها باش مكيبقن شاك التولاس في الخالط وف نفس لقص باش كجينا الكيكا ديالنا شيشة وطالعة واسفنجية ملداخل فدلاتنا اراني رديت الفران كي يسخن على درجة حرارة 180 و جبت مول قياس ديالو 27 سنتيمات خضغنتو بزبداء ورشيتو بضقيق بالنسبة لمول ديرو اي شكل كان كي تسوفر عندكم انا هنا غادي ندير شكل دائري كيما كتلاحظو القوام ديال الخالطة ديال كيك كيفاش كي يكون وكن بدو نخلطوهم زيان كي بدو يتشكلونا فيه فوقعات كيما هو موضح في فيديو بالنسبة لهاد الكيكا ديال فرها بسيطة ما كتحتاجوش نهائيا من البعد انكم تزينوها وفي نفس الوقت سهلة بتحضير يعني بسرعة كتوجد واكيدا ديسعج بالوليدات ديالكم ايضا ممكن تعطيوها الوليدات ديالكم يديوها معاهم في القوتة ديال المدراسة هنا هنيا غادي نجيب الخالطة ديال كيك دائما فاش نكونو كنخليو الخالطة ديال كيك كنهزوي باش هكا الهوكي دخلنا في الخالطة وكتجينا هشيشة من الداخل غادي ندخل الخالطة ديال كيك الفران كنشعل عليها فقط من التحت كنخليها على نار مهيلة تكتب لي وكتنطف خمزيان قعد كنحيدا انا هنيا قبل ما ندخل الفران غادي نرخش عليها شوية ديال شعرية ديال الشوكولات او لالفغميسيل باش هكا محتاش انا ننزينها من بعد فاش نخرجها من الفران تقليل كي يبقى اختياري بالنسبة للاس اللي بغاوا يعني فاش تخرجوا و اعمل الفران تدهنها بدأ نهات او اللب با بتدهنها او اللب يعني تدهنها بدأكش醒 اللي يتوفر عندكم الختيار كي بقى لكم انا هنيا فضلت انا ندخل فقط الشعرية ديال الشوكولات و اللي لم يتوفر عندو الشعرية ديال الشوكولات ممكن انا كومت تحكوش بيا ديالالشوكولات لكهة من الفوق هنا مبعد مما طابت الكيكاكي ما كتلاحظوا كيفاش كتنتفخ وكتجي طالعة هنا غادي نحيدا من الإطار ديال المول ومن الأفضل أنكم تخليوها تتبرد أنا هنا يا راني غادي نقطع لكم وهي مازالة صخونة يعني مازال ما شدت راسا حس كتجي هشيشة بزا فقط لضيق الوقت باش نوري لكم الشكل ديالا النهائي ومن البعد عاد غادي نخليها تبرد عاد غادي نقدمها صراحة جات هشيشة وفي نفس الوقت جات بنينا وفيها مضاق مختلف وفي نفس الوقت أيضا خفيفة يعني في المكلة ديالا لما مشيش تقيلها انتمنا فعلا أنا كم تجربوها حيث كتستحق الجريبة ثم تشوفوا معايا كيفاش جات من الداخل اللي جربتها تخليلي في تعليقات كيفاش جاتها وما تنسوش تشتركوا في القناة باش تسلب جديد الوصفات أيضا ما تنسوش تدعموني باللايكات بياركم خليتكم على خير وإلى وصفة أخرى إن شاء الله شكرا